من بروكسل معنا لمناقشة كل هذا المشهد السفير عبد الرحيم الفراس سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي سعادة السفير مساء الخير لحضرتك أهلا بك معنا دائما على شاشة الحدث وفي الأخبار ليلة هذا المساء مع حضرتك أبدأ من مخرجات القمة العربية الإسلامية هذا اليوم الحديث عن خذلان المجتمع الدولي عن ازدواجية المعايير أتى هذا الكلام على لسان مسؤولين السعوديين كيف تقرأ مشهديات اليوم أسأل الله مساءكم أختي الفاضلة ومساء المشاهدين بالفعل دعيني فقط أبدأ أنه كانت هناك حقيقة اقتراح المجتمع العربية السعودية موفق جدا لأن يكون هناك جمع بين القمة العربية والإسلامية فقط لكي يتم إيصال رسالة واحدة مشتركة باسم تقريبا 57 دولة إلى العالم بأسره فقط ستكون أقوى بكثير من قمتين منفصلتين فكل الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على هذا الإنجاز الكبير طبعا مخرجات القمة مهمة جدا أكيد كما تابعتم جميعا كلمات الجميع سواء سمو ولي العهد محمد بن سلمان أو جميع الكلمات في هذا المؤتمر المهم تحدثت كلها عن تحميل المجتمع الدولي هذه المسؤولية عن تخاذل المجتمع الدولي عن أيضا عدم تمكن مجلس الأمن الدولي من حل هذه القضية ازدواجية المعايير كل هذه الأمور سمعناها وهي أيضا ما تناقش حقيقة بقوة في كل مكان حاليا مقررات القمة المشتركة اليوم العربية الإسلامية أيضا كانت مهمة كما أكيد تبعتم جميعا فيكفي أن نطلب من المجلس الدولي باسم 57 دولة حاليا العقاد الفوري لوقف العدوان على شعبنا الفلسطيني أيضا تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يجري وإدانة كل عملياته وأيضا تم وصف ما هو موجود حاليا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فالرسالة كانت واضحة وصريحة طالبوا أيضا برفع الحصار المفروض على غزة منذ زمن طويل وطالبوا أيضا محكمة الجنيات الدولية لكي تقوم بسرعة تقصي الحقائق ومحاكسبة ومعاقبة كل مجرمي الحرب في أولي حتى أيضا تحقيقات بموضوع الأسلحة الكيميائية سعد السفير هذا البيان اليوم هذه التصريحات القوية كما تقول حضرتك هل تكفي لوضع ضغط اليوم على المجتمع الدولي لا سيما وأنه نسمع بالآوينة الأخيرة أنه قد يكون هناك بعض التغييرات بالمواقف الدولية التي كانت داعمة لإسرائيل بدون أي قيود دعيني أشير فقط وبصدق أقول مجرد انتهاء القمة وحتى قبل عقد المؤتمر الصحفي الأخير وأصدار البيان رسميا أكثر من مسؤول أوروبي تواصلوا معي علمانه اليوم السبت وتعلمون إجازة في أوروبا طلبوا مني البيان الختامي لهذه القمة وقالوا حبادة لو كان باللغة الإنجليزية تمكنت من حصوله عليه فهذا فقط أقوله لماذا هناك اهتمام بالغ يعني واضح أن هناك كانت متابعة على مدار اليوم لكل ما جاء في هذه القمة فبالتالي يمكن أن يقوم الاتحاد الأوروبي بالاستناد إلى بيان القمة العربية الإسليمية لكي يبني عليه مواقفهم علما كما تحدثت تماما وقلت في نهاية سؤالك بأنه هناك تغيير في المواقف دعيني أؤكد في أوروبا فقط على الأقل لا أتحدث في أوروبا هناك تغيير كبير في مواقف بعض الدول تغيير كبير في مواقف بعض المسؤولين في المؤسسات الأوروبية هذه المواقف بدأت تتغير وأتمنى وأعتقد أنه بعض بيان القمة العربية الإسلمية المشتركة اليوم سيكون هناك تغيير أكبر وسيكون تأثير على الدول العضاء في الاتحاد الأوروبي والمسؤولين حول هذا الموضوع وهذا مهم طبعا أكيد في حديث عن خطوات لاحقة ولكن بما أن حضرتك تتحدث عن فعليا جدية وجود تغيير لدى المسؤولين الأوروبيين ما الذي أحدث هذا تغيير سعادة السفير وإلى أي مدى يمكن البناء عليه بالنسبة لكم كدبلوماسيين فلسطينيين اليوم موجودين بأوروبا أنا أعتقد التغيير حدث لسببين سبب عاد إلى الضغط الشعب الكبير يعني لم يتوقع أي مسؤول أوروبي أو أي دولة أوروبية أن يكون الضغط في داخل هذه العواصم بهذه الدرجة تتابعون وتنقلون دائما المظاهرات في كل مكان كل مظاهرات شعارها واحد وقف العدوان الحرية لفلسطين عدم قتل الأطفال محاسبة مجرمية الحرب إلى آخره وأيضا حقيقة الصور البشعة التي تأكدت منها العديد من الدول الأوروبية والعديد من أسوء أوروبيين أنها مصادر موثوقة وأن حقيقة ما قامت به إسرائيل يعتبر في مفهومهم لم يقولوا جرائم حرب ولكن قالوا عقاب جماعي بدأوا يتحدثون عن قتل الأطفال بدأوا يوساوون بين الطفل الفلسطيني والطفل الإسرائيلي فبالتالي كل هذه الصور البشعة مع الضغط الشعبي الكبير هنا أدى إلى تغيير هذه المواقف وأنا أقول حقيقة تغيير كبير كنت أقول دائما طفيف ولكن أصبح تغيير كبير في هذه المواقف خاصة على لسان رئيس المفوضية التي كانت في البداية دعيني أقول منحازة تماما وتتبنى الرواية الإسرائيلية أما الآن بدأت تغير في مواقفها وتتحدث بأكثر منطقية في هذا الأدوان سعد سفير مع تغيير بالموقف الأوروبي كما تقول حضرتك ومع هذا البيان الذي تصفه بالقوي من 57 دولة عربية وإسلامية اليوم ما هي خطواتك وخطواتكم يعني بالنسبة للمسؤولين فلسطينيين بالنسبة لكم أنتم تحديدا الموجودين بهذه العواصم الأساسية ما الذي تنون القيام به نحن الآن طبعا سنبني على قرارات ومقرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة أشير فقط أنه بعد قد صباحا سيكون هناك مؤتمر صحفي يعقد باسم 57 دولة باسم منظمة التعاون الإسلامي وجميع الدول الأعضاء فيها ونعلم جيدا أن الدول العربية كلها أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي سيكون مؤتمر صحفي هنا بجانب مقرات الاتحاد الأوروبي لطبعا إضاح الموقف من هذه القمة وبيانها وشرح كل ما جاء فيه بالتالي هو نوع من الضغط على المسؤولين الأوروبيين من ناحية أخرى نتيجة تغيير بعض المواقف مع المسؤولين أوروبيين أصبحنا نتحدث معهم بطلاقة حتى كنا نتحدث معكم في قناة الحدث على موضوع مستقبل غزة أو اليوم السالي لغزة الآن لا يتحدثون في هذا الموضوع يتحدثون في نقطة واحدة أقصد أوروبيا خاصة بعض المسؤولين وبعض الدول ليس جميعها أصبحوا يتحدثون على أنه يعني لا يمكن لنا رسم ما يمكن رسمه غداة انتهاء الحرب هذا موضوع انتهى منه لا حديث عن ما يسمى إدارة مدنية مصرية بدأوا يسحبوا مقترحهم وهي وضع غزة تحت الوصاية الدولية يبدو أن هناك إجماع أوروبيا يتكون شيئا فشيئا إلى الذهاب إلى فكرة المؤتمر الدولي للسلام وهو ما ينادي به السيد بوريل وبعض دول الأعضاء وأعتقد أن هذه الفكرة ستتبالور في اجتماعهم يوم الاثنين القادم اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي أي بعد غد على مستوى وزراء الخارجية السبعة وعشرين قد يكون هناك موقف مشترك وموحد ونتمنى ذلك هذا كثير مهم أنه نبني عليه خاصة ما تحدثون به مؤتمر الدولي للسلام على غرار مؤتمر مدريد كما صرح العديد من المسؤولين أي حقوق الشارع الفلسطيني كاملة في دولة فلسطينية تحدث البعض في ذلك أي مؤتمر يمكن اليوم أن ينجح بوقت أنه آلة القتل مستمرة بغزة وآلة التهجير من الشمال إلى الجنوب هل يمكن لأي كلام سياسي أن يجلس الآن على الطاولة بدون حديث جدي وتنفيذ لوقف إطلاق النار شكرا جزيلا على هذه الحقيقة لنسؤالها مهم جدا هو لا تحدثون حاليا هم يقولون أنا كنت أقول أنهم بدأوا ينسون تماما ما هو مستقبل غزة قالوا أنه بعد انتهاء الحرب أو اليوم الثاني لانتهاء الحرب لا يمكننا التفكير إلا في مؤتمر دولة للسلام بدأوا يزحون جميع الأفكار أو ما سموها أوراق غير رسمية تقدم من دولة هنا أو هناك ولكن حقيقة هو لا حديث حتى نحن رسالتنا الواضحة سواء أنا أو زملاء السفراء العرب هنا أو حتى تعاون إسلامي ينقلون صورة واحدة لا يمكن الحديث عن أي مستقبل لا لغزة ولا لأي قضية في المنطقة العربية إلا بعد وقف آلة الحرب ووقف العدوان فورا الآن لا يمكن الحديث عن ذلك كان أنا دعيني أقول استمعت الأسوات وهذه لم نكن نستمع لها بالمطلق قريبا جدا يوم الجمعة فقط أمس أن بعض الدول الأوروبية أصبحت تطالب بوقف اطلاق نار شامل لم نستمع أبدا إلى هذا الموضوع يعني الآن استمعنا من أكثر من دولة أربع أو خمس دول تحدثوا في وجوب وقف اطلاق نار شامل دول أخرى حقيقة تحدث حتى هذه اللحظة عن هدنة إنسانية أو هدن إنسانية ولكن حينما بدأ الحديث عن وقف اطلاق نار شامل فأصبحت تتولور فكرة معين أنه يجب وقف آلة الحرب لأنه حقيقة أو كرر وأقول كما يقولونه لنا هم أن الصور بشعة جدا وأن قتل الأطفال بهذه الطريقة والإحداث على المستشفيات أصبح أمر غير مقبول لا لعند الرسمية الأوروبية ولا لعند الأمور الشعبية الأوروبية شكرا جزيلا لك على وجودك معنا على شاشة الحدث هذا المساء ضيفنا من بروكسل السفير عبد الرحيم الفر السفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر